السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخبار اليوم انهيار تاريخي في بورسة السلولو للبيض البلدي والبيض الرومي ويعز الخباراء هذا الانهيار لكترة التواصل والتزاوج بين الدجاج مما قد يعطي الفرصة لأصحاب الدخل البسيط والمتوسط لمزج البيض بالطماطم وصنع ما يسمى بالبيئام البيض ومطيشة هادان الزوجان اللدان لا يتفرقان أبدا وفي الأخبار الرياضية قد فازت فرقة دوار العجب على فرقة دوار الشلاهبية بستة أهداف نظيفة مقابل هدف وحيد مما آتار غضب الجمهور الشلاهبية وضرب الحكم المسكين على ألفه الذي فر هاربا إلى دوار العجب الذي تخلى عنه وسلمه لدوار الشلاهبية وإن لله وإنا إليه راجعون في حاديث آخر قامت عصابة متخفية بسرقة دراجة نارية من فئة مئتان وثلاثة وتم إلقاء القبض على صاحب هذه الفالة الشنية ووجد بحوزته خمسون دراجة أخرى من فئة مئتان وثلاثة وعشرون دراجة أخرى برانية الصنع وعشر دراجات هوائية بدون محرك أي كعبية بشكليت وبسكويت واحد وتمت مصادرة عشرين كيلو جرام من لحم القطط والكلاب المسعورة في مخزون لبيع الصوصيت جنب مقهى السلولون برشو المعروفة وصراحة كنت آكل دائما من عنده وكان لذيذا وفي الخبر الثقافي وبعد مرور ثلاثين عاما من العمل المتواصل والعطاء المتميز للفنان المسرح الكبير المعروف بوالو قامت الجمعية التذكارية بتذكر هذا الأخير لتكرمه تكريمة جيدة حيث قامت بجمعه وطويه وإعطائه بعد الورود والشموع وسور تذكارية بعض الكلمات الجميلة في حقه متمنية له طول العمر والصحة الجيدة بعد أن توفي هذا الأخير وهو راجع إلى منزله مفقوسا مسكينا بهدايا وعطايا الجمعية المشكورة الكريمة التي تتذكر الفنانين بعد موتهم بيومين أو بعد أسبوعين ونود في الختام أن نبارك لزميننا في الإداءة بمناسبة زواجه للمرة السابعة وفي الأخير نتمنى من الله عز وجل أن تختفي الكمامة وتشرق الابتسامة وشكرا لكم على المتابعة وإلى أخبار أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته